قال مصدر أمني رفي المستوى بمطار القاهرة الدولي أن الفلسطينيين السبع المعتقلين لدى السلطات المصرية منذ الثلاثاء الماضي سيجري ترحيلهم اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وذلك بعد إجراء التحقيقات معهم من جهة أخرى أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها ستقاضي جريدة الأهرام لنشرها ما وصفته بالافتراءات عن إرسال الكتائب خمسة عشر عنصر منها إلى مصر بهدف التدخل في الأحداث الداخلية للبلاد المزيد مع الزميل أشرف الصباغ مصادر أمنية وعسكرية أكدت إجراء تحقيقات مع الفلسطينيين المقبوض عليهم في مصر بتهمة الدخول إلى الأراضي المصرية بطريقة غير شرعية واستخدام أوراق مزورة بقية الاتهامات تبقى محل شك أو كما قال مصدر أمني هناك تشوبها مبالغات من وسائل الإعلام المحور الثاني والأخطر هو أن القوات المسلحة المصرية تواصل هدم الأنفاق على الحدود بين مصر وغزة وتزامنا مع ذلك طفت على السطح العديد من الروايات بشأن مقتل سبعة عشر جنديا مصريا في صيف العام الماضي واتهام عناصر من منظمة حماس بتنفيذ العملية هذا تحديدا ما نقلته مجلة الأهرام العربي إحدى مطبوعات مؤسسة الأهرام العريقة والناطقة تقريبا باسم الحكومة المصرية وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة إذن وسائل الإعلام المصرية توجه اتهامات لمنظمة حماس وحماس تنفي بشدة سواء من قطر أو من غزة وتؤكد وجود مؤمرة بينما الرئاسة المصرية في غاية الحذر والتأني أو بالأحرى الصمت والجيش المصري يهدم للتفء الأنفاق وأهالي غزة يعانون من حصار إضافي كثيرون يتسألون أليست العلاقة بين النظام المصري ومنظمة حماس جيدة؟ إذن لماذا يجري كل ذلك؟ والرئيس المرسي شخصيا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخرون يرون أن هناك بالفعل خلافات بين الرئاسة وبعض المؤسسات السيادية في مصر وحتى التأكيدات المتوالية من الرئاسة بأن كل شيء على ما يرام وأن الرئاسة والجيش مثلا يد واحدة يعتبرها البعض دليلا على أن الوضع ناقيد ذلك حماس الآن تتحدث باسم الشعب الفلسطيني كما أكد متحدثها الرسمي سامي أبو زهري لإحدى القنوات المصرية وأنها تحترم مصر والمصريين وهي بقية على العهد والبيعة حتى تحرير فلسطين هذا الخطاب الديني الذي أثر الكثير من التساؤلات طرح تساؤلات إضافية من قبيل أي بيع ومن عهد من ومن بيع من هل هناك أطراف في الداخل المصري مصرية كانت أو غير مصرية تعمل على تفجير الأوضاع وهل حماس أصبحت تخاطب الدول والشعوب وتطرح نفسها كبديل واقعي على المستوى الإقليمي وهل التغيرات الجذرية في المنطقة وقعت وانتهى الأمر بتفاهمات ما وصياغات ما مع ما تسميه واشنطن بالإسلام الديمقراطي الجديد